بمناسبة تخليد الدكرى الرابع والعشرين لعيد العرش المجيد تعززت البنية التحطية للمدينة الحمراء بتدشين وإعطاء انطلاقة أشغال عدد من المشاريع التنموية ذات الطبع الاقتصادي والاجتماعي والرياضي ولجهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش كريم قستي الحلو والوفد المرافق له أشرف على إعطاء انطلاقة أشغال بناء ثنوية تأهيلية تضم 25 قاعة لتحصيل بالإضافة إلى 6 مكاتب إدارية كما تم تدشين المسبح نصف الأولمبية الشرف وكذا إحداث مسابح للقرب بمقاطعات المدينة هذه التنوية ستتمكننا إن شاء الله بمحاربة الهدران دراسي طوطل في هذه المنطقة وستتقرب الخدمات للسلك التنوي للساكنة الجماعة المنابهة والدليم والمناطق المجاورة لهذه الجماعتين هذه البداية الانتتاح المنشآت الرياضية التي ستحمل المتدويرها الشركة سونارزيس وبطبع الحال سيستمر الأمر في باقي الافتتاح المشآت الأخرى المتواجدة في جهة مراكش أسفي ولكن كذلك المتواجدة على مستوى الوطني والذي بلغى العدد ديالها اليوم 38 مشآت رياضية وبالمناسبة قدمت لولي الجهة معطيات متعلقة بمشروع مماثل يتعلق بالمسبح نصف الأولمبية العزوزية بجماعة مراكش المنارة مشاريع مهم لفائدة جميع شرائح المجتمعية بهدف الارتقاء برياضة السباحة وتطويرها عبر إحداث وتوفير فضاءات لفائدة الجمعية الرياضية